أهلا وسهلا مرحبا بالنيس الكل اللي خلت تعلينا توامة 3 و 4 مزنا معكم نحنا نوانسو فيكم حتى للخمسة متى العشيات حي كبيرة للنيس الكل اللي قادي نسمع فينا علي فخيكم اسمتنا ولا على الغاديوميت تونيزي بوان كوم فلا كيما قلنا اليوم نحكيوا على واقعة طفولة في تونس وشنوه انتظارات الأطفال للمستقبلهم وأهم الإصلاحات اللي يقترحوها مرحبا بالنيس الكل اللي تنجموا تكلمونا على 72-328-500 مرحبا زيدا بليكم منطقة امتعكم على الباش فيسبوك راديوميت تونيزي نحنا بش نحكيوا في الموضوع هذا زيدا بأكثر تفاصيل مع الأستاذ إبراهيم ريحاني خبير في التفولة والأسرة ومستشار قاضي أطفال أستاذ مرحبا بيك معنا على راديوميت مرحبا بيك أمل ومرحبا بكل يسمعوا فينا على موجات راديوميت ونحب الحقيقة للموضوع اللي كل أم وكل أب أكيد هم يسمعوا فينا يتفعلوا مع الموضوع هذا يخص أن نواقع زائراتهم مستقبل أطفال الزائراتهم مستقبل أطفال تونس اللي اليوم هم اللي بيش يحكيونا على انتذاراتهم وأكثر من أكيد نحاولوا أن نتفعلوا مع الموضوع هذا شكرا أمل فلا دونك اللي يحب يتفعل لك ديما مرحبا بيدي نجم يكلمنا ويعطينا رايو أنت بديننا معاك أنت أستاذ كمختص بيانسور وعندك معناها تقعد مع الأطفال تقعد مع الشباب يعني يحكيو لك يعطيوك رايهم معناها عندك فكرة على نظرتهم وكيفش يغزروا للمستقبل يعني أنت حسب ما تحكي معاهم أستاذ شو أهم الاقتراحات متاحهم ربما المستقبل أفضل الأطفال وشابب أنجنغال بالضبط يعطيك الصحة أمل مرة أخرى على اختيار كل موضوع وخاصة اليوم اللي الشابب في علاقتي بهم سواء بالاجتماعات وعلاقتي مباشرة بالأطفال أو علاقتي حتى بالانتظارات بالمؤسسات وهيك الدولة لحثة اليوم وقع الأطفال وعطفال بيدهم في المستقبل خلينا نقول كلمة مهمة برشا في البداية أرام حسين برشا بالوقع متاحهم رام عارفين كالناس معهم بركة يعطيك معنات بركة يتعطيكم رؤية يعطيك استراتيجية يقلك كيان الوقع متاح خلينا نقوله أرام حسين حسين بوقعهم حسين بالمشكلة متاحهم حسين يعطيين تأمولاتهم أمولاتهم عاديين انتظاراتهم عندهم عندهم رؤيتهم وديما نحن كنت تذكر أمل فيها في علاقتنا بالتربية استفعامة هم مقاربة ومهم برشة ديما نتحدث عليها وزوز حاجة مهمين في التربية اللي هي التعبير على المشاعر والتعبير على الأفكار أهم المقاربة الحقيقية حق التعبير الصغار زيما نحن نجتمع الكبار اللي ديما نحن ننظره ديما نقولولي شنو لازم وقتيش هل أن سمعنا الصغيرات هذوما شنو لنسمهم شنو انتظاراتهم شنو وقحهم شنو كذا هذا هو كناك والحقيقة من بالإعلام يتحدث ويتفعل مع الصغيرات هذا ولا بد أن مؤسسته هي تصول تستمع الصغيرات من خلال المشارس سواء في المدارس سواء كذا لكن خلينا نقول من خلال السؤال رام حسين برشة أعطاحهم ورام عندهم لعريقتهم وعندهم لذرتهم أعطينا نسمعهم فقط صحيح يعني أكثريتهم معناها ما هم ش راضين بالواقع متاحهم ويطمحوا التغيير في المستقبل يكون أفضل أستاذ أكيد أمال اليوم نحن نحكي نحكيه شكاك نحكيه بالإحصائيات نحكيه بالنسب اليوم وقت نلقى أنا 120 ألف مقطع سنوين على الدراسة اليوم كنقى نخو كنقو 9% من الأطفال يتعاطون المخدرات في أوسط المعاهد المنسي اليوم كنقو العنف 60% من العنف الموصلت على الطفل الموصلت عليه داخل الأسرة أمتاعه اليوم كنقو نسبة الجريمة في علاقة الأطفال سواء كان في نتاع مع القانون الأطفال دوم اللي يتعديه على المحاكم بسبب كبيرة برس وبالتالي اليوم خلينا نقول اللي الواقعة متاعنا ده بد من نظر جديدة ورؤية جديدة وستراتيجية جديدة الحقيقة خلينا نحكي بكل صدق وكل فراحة ديما المقاربة تحسوهم ما هيش مقاربة شمولية يوم البو والأم اللي قاعدين يختموا نهار كامل وقتش يقعدوا مع صغيراتهم وقتش بش يحكيوا مع صغيراتهم وقتش بش يتطيفوا مع انتظارات صغيراتهم اليوم قاعد تنقى المدرسة قاعد تحافظ على نفس المضمون اللي بداغوش انتاحها سيقلم التعليم تقع الوليد الضغير مني يقوم الصباح 8 نصر يروح الستة يزيد بوه والأم يقرأ دروس خصوصية يروح يعني التوى لو فقنا بالعبء على صغيرات متعنا التوى ما فقنا بالضغط النفسي وبعد نقول علش الإشرام وش بيه التلميذ معناه عمل لكي وعمل لهات وعليش العنف صار لانه اليوم لحيك ما نش قاعدين نخدم للسائرات اليوم قاعدين ننظروا فقط نحكي فقط اليوم لم يكن قرارات شريعة اليوم نصلح للمنظومة التربوية نحن كيف نأمن ونحن نحن تغير المنظومة التربوية تغير الزمن المدرسي تغير الزمن الاجتماعي تغير الخم في الأسر وفي العائلات لابد أنه مؤسس اليوم مشكل اليوم حتى المربي والولي يشيني ويكلمني يقول يا سيبراهيم رأوا عندي مشكل كيفش نتعامل مع التغيراتي رأوا احي اشنو المشكل ومثيكن في مخم يقول هانت ربينا أقبل يخشاهم مكانش مشكل وعليش مفهم مشكل بأن الواقعة متع البير هي أمل والواقعة متع المجتمع متع أنا ما وش الواقعة اليوم مكانتش الطابلات ومكانتش البرتابلوات ومكانتش العولمة بس العولمة بالطريقة دية والسرعة في المعلومة وكذا اليوم التفل اللي تقع يخد مع أمه وابوه يشد الأورديناتير ويشد الطابلات يدخل في متهات أخرى اليوم فهم عملية استقطاب للأطفال من خلق الأنترنت والوسائل الإلكترونية وقاعدين نشوفوا فيهم واليوم متحركنيش اليوم قاعدين نشوفوا كيف شبابنا أنا 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 مستشار قالي أثير أنا اليوم أتي يقف بحذية الطفل يقوم بجريف والطفل ما نسمي معناه ما عندوش العود ومعندوش مشكل اجتماعي ولا مشكل تقول الطفل لا فهم عليش لبش عمل للجريمة دية لكن نلقاه معناه عملية يعيش في فضاء فيها شاشة نفسية وفيها شاشة اجتماعية اليوم رأوا لقوف الخطر رأوا فهم موجود لازم ننفيقوا لازم نكونوا مقاربة اجتماعية شاملة مش نجمل نغير من الواقع اليوم ساعدت أمل وسمح لي حتى كنقول ونتفعل بالطريقة دية اليوم نحس لي فهم عبد لهم تغير المنظومة التربوية يا خي قديش عن السنوات ونحن ندو بالتغيير المنظومة ومازال ما فهم حتى شي بالضبط يعني تحس وتجي تقاهم خطر صمحني خطر نفس الأشخاص نفس العباد تاعدين يخموا بنفس التاريخة هاو اليوم باركال عليكم اليوم أمل طول نسمعوا الأطفال شنو نجموا يحكيه وشنو كده وطول تقولوا بعد يقولوا قاعد حقوقهم يقولون في كلمة وذي توجع يقول يا سيبراهيم أنا الحقوق لتحكي عليها معناها فهمتني أنا الحقوق لتحكي عليها ونحن قاعدين نحتفلوا اليوم بشهر حقوق الطفل وإي بارش احتفالية تعديدين حقوق الإنسين وعلى كده اليوم يلي تسمع فيه مسؤول راو ولدي ولدك راو را نخمى في ولدي وولدك نهار آخر يعني المشكل الأستاذ اللي نحن الصغيرات هذو ممناش قاعدين نسمعوا فيه ماسمعنا همش ماسمعش يقول أنت والله صدقا بحيي لأنك تبنيت لليعدات ولأنك على موضوع وعلى كذلك لأنه اليوم ملقيت نظرة على برلمان التفل اللي هو موجود وشوف مساكننا معناها حتى تسمعهم وليما سمعهم مش أعطيني أنا مدارس لسلن عام مجالس جهوية ولا مجالس داخل المدارس اللي بيش نسمع يسمعوا انتظارات الأطفال هذو ماولو وقحها متاع عادي مثلا برنامش اللي يحكي على انتظارات ودنظرتهم اليوم اليوم رأوا التفل الشهن 17 يحكي لك على السياسة هذا معناها نحن ونصمعنا همش لأ وبالتالي باهي برشا إن نخموا ندرسوا انتظارات الأطفال وانتظارات الشباب وهي الإصلاحات والحلول يعني ما تجي من عندهم هما على خطر هما يعرفوا الحاجة اللي حبوها بالضبط يعني بالضبط أمل يعني حاسين هما حاسين بالواقع انتهم اليوم رأتكي تقول لي مثلا أنا وانا قاعد نعالش في مشكلة الشباب ولمشكلة الأطفال بالطبولات ايش تقول لي تقول لي إبراهيم وين بش نمشي أنا وين بش الناش بننشط اليوم فضاءات معناها تكلم حتى الأم تكي نتيب كي تقول لي إبراهيم يخل كلها بالفلوس يعني كلها مديات وين بش نتكلم اليوم وين تحدثت قبل الأمان وانت تعرف عن المدسة الصديقة اللي فائع فضاءات رياضية اللي فائع فضاءات ثقافية اليوم نقو مؤسسات وحدة نقو مؤسسات تنشيط نويد الأدفال عقافير غا ما تستكتبش أدفال والمدسة محافظة على البيروقراطية البيداغوجية اللي هي تتمثل النهار كامل هو يقرأ لا فهم فضاءات بتاع مسرح لا فهم فضاءات بتاع رياضة يخي بش انتي بش تخاطب للطفل كان يش تفهم فضاءات بتاع مسرح ومتاع رياضة وكي فهم ما يسمى بالمدارة الصيفية في الصيف اللي تنظم له في الرحلات وتنظم له في الكشافة وتنظم يوالي شنوه علقته بما تيدي صديقته ومدرسة مانجمش يضرب أستاذه لأنه أستاذه ربط معها علاقة حب علاقة مودة علاقة خاطبته في الحاجات النفسية حب نقولك عليش الأدفال اليوم يوسف وفهم ظاهرة نشوفوها برشا أنا مسكن يتعد تذكرك في آخر العام الصغيرات يبدو قطعوا في الكرار نعم صحيح وكأنه عملية تعابير بسي فغير ما يحب يقول ولا أنا فدينا من المنظومة ذي فدينا من القرية ذي عليش عبرنا بالطريقة نحنا وقفنا عليها النقطة ذي وقلنا لي عليش الأطفال والشباب يعمل كيف عليش بربي الأطفال اللي يطلع في المترا والمترا يبدو تطالع في الفجون ويحب يعمل كذا ويحب يعمل كذا عليش متعمقناش في السلوكيات انتاحهم وخممنا شنو المشكل اليوم هاو المشكل في جملة بسيطة عدم تلبية الحاجيات النفسية كي أنتي ما تلبي يلوش وكي يلوش 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 شارل لا يكل لا يشرب الصغير ما تلبي يلوش الحاجيات النفسية في فضاءات التحقيق في فضاءات ترفيهية في فضاءات رياضية بشي يرقي عبي وقته بشي يرقي روحه متفرد الأم والبوه متخلص مش مساحات بشي يعيش مرتاحين بشي يقام ينجم يتفعل مبعضهم بشي ينجم يربي ولده هو محدد اليوم كان يجينا خممنا بالطريقة ذي نرقينا الحلول نحن قادرين في حلول سمحني ترقيعية حلول صويرية حلول تظاهراتية ببرمجة بشي نقوله كذا لكن الحق يعطيني برامج فعلية يعطيني قرارات جريئة مثل الأطفال تقولي اليوم أنا بشي نغير الزمن الاجتماعي تقولي أنا اليوم عندي مؤسسات التنشيط التربية بش نعمل إدماجهم في المدارس تقولي لازمني أنا نقرب للأرياف ولازمني نقرب لهم ونعمل ما تسمى بالرعاية المتلقل شو معناها معناها كارها بتتنقل وتمشي لكن العائلات عندهم مشاكل عندهم مشاكل اجتماعية عندهم مشاكل تحس المجتمع والمواطن يحس قريب المؤسسات وهيك للدولة خليه المواطن والطفل يحس بالمواطن متاعه بحبه للانتماء أنا نتمنى أن اليوم مدارس تعمل تعمل جمعيات تطوعية بدل الشباب والأطفال هو المنخرط يمشي هو اللي يسلح بلاده هو اللي زين مدرسه هو اللي زين الطريق وقت ينروه مشاريع بالطريقة نجمو نحكيو على إصلاحات وقتها ونحن بعد شوية أستاذ يكونوا معنا مجموعة من الأطفال في الدخل معنا بتليفون نحكيو معهم على المشاكل اللي يشوفوها والحلول اللي يقترحوها إن شاء الله تكون في الاستماع معنا أستاذ وإن شاء الله إن شاء الله مبعضنا نحاول ونوصل أصواتهم بش إن شاء الله يصير التغيير والإصلاح إن شاء الله على قريب شكرا لك أستاذ إبراهيم مراحني عايشك على تدخلك معنا لليوم خبير الطفولة والأسرة مستشار قدي أطفال راجعين معكم